مساكم الله بالخير بقولكم عن جوانب ما حد انتبه لها ما حد اتفت لها ما حد ذكرها من قبل في قضية غسل أموال المشاهير المشاهير مثل ما سمعنا ناس قالوا تهموا عليهم ضعيفة وناس قالوا محامين قالوا لازم تثبت أن المال هذا قدر حتى تثبت أن العملية اللي تمت عملية غسل أولا في قضايا مرتبطة بعض المشاهير يعني رايحين فيها المال قدر هذي خالصين منها بعض المشاهير ما كرينها ما كرينها بعض الآخر من المشاهير يمكن يكون يعني دخل كاش ما قدروا يثبتون أن هذا الكاش قدر هذا يطلع براءة يطلع براءة لكن لم تتصادر إذا ما إذا تمت الأموال مشبوهة وما قدر يبرر شلون دخلت كاش يمكن ما دخلت عنده كاش يمكن واحد دخلها كاش والمهم الدائرة تبين كل شيء التحريات راح ينبهرون منها أهم واللي ناوي في ناس شو تقول؟ تقول ليش معطينهم فرصة؟ الحين يرقعون الحين يبرون الحين يدورون لهم فواتير اللي يحاول يلعب اللعبة هذه بالفترة هذه يظن أنه الحين مخلينا عشاء يدور فواتير هذا راح هيكل قضيتين راح يأكل غسل وراح يأكل تزوير ويمكن قضية ثالثة تضليل العدالة أو أنا ماني على الطلاع تام بقانونية هذا الفعل لكن اللي يحاول يلف ودور بالفترة هذه راح يأكل ثنتين بدال واحدة غسل يمكن يطلع براءة وتصادر الأموال لكن لكن إذا حاول يلف ودور وعلى باله الدنيا سائبة راح أصلا ينبهر من اللي يشوفه بالمحكمة ينبهر من كمية المعلومات ينبهر من طريقة التحريات ينبهر من ورح تطلع الترأسماء مفاجئة راح تطلع مفاجئات أسماء الظنون أنها يعني مثالية راح تطلع يعني ما قدر أجزم لكن أنا عندي معلومات أن في ناس يعني مفروض أن اسمها ليحين يلمع لكن أمورهم مضبوطة بالإضافة بالإضافة إلى أن التحريات من أكثر من جهة ثلاث جهات ترى قاعد تحرب الموضوع وقاعد تابع الموضوع وحدة التحريات النيابة العامة أمن الدولة يعني ما في مجال للهرب ما في بتاريخ الكويت أحد ترى القضية مرتبطة بشيوخ والشيوخ الحين بالسجن يعني بعض المشاهير مرتبطين بشيخ والشيخ هذا بالسجن بسبب قضية فساد ومواجه أو متهم بغسل أموال ومرتبط ببعض المشاهير فالمسألة يعني المشهور هذا اللي بعض الناس تداول إنه مشهور ما يروح فيها أو رح يطلع منها مو أعز من الشيخ اللي طاح فيها شيوخ وضباط كبار وفي ضباط للآن لم يتم استدعائهم المسألة متشعبة ومرتبطة بقضايا أخرى بعضها يمكن مرتبط ببرهاب دولي بعضها مرتبط بخمور مخدرات بعضها بعضها مرتبط باختلاص أموال عامة والمختلص واحد كبير وبالسجن يعني مو المسألة مثل ما يصارونها الناس هي مو فوضة ترى وراح تشوفون راح يتم الحساب أنت قبل قلت فيه ناس راح تطلع براءة ممكن قلت لكم الليل حين أقول لكم ممكن ناس تطلع براءة ممكن ناس ما يثبت عليها ممكن ناس تطلع براءة وتتصادر أموالها ممكن ناس ما تطلع براءة وتتصادر أموالها عندهم تبريرات منطقية ليش لاحين يعلنون مو من صالحهم اللي عنده لف ودوران مو من صالحة أنه قاعد يستمر يعلن للحين هذا يقولوا لنا روح أنت مو تقول أنا أموالي هذه من إعلانات يلا هذا حساباتك محجوز عليها روح اعلن خنشوف بالله الشهر هذا كم تطلع خنشوف الأرقام اللي كنت تدعي إنها من إعلانات هل هي فعلا من إعلانات أو هل الإعلانات فعلا تطلع الرقام هذه يلا هذا الميدان يح ميدان فلاحد يظن أنه من الفوضى أنهم متروكين اللي الآن يعلنون ولاحد يظن أنه متروكين ضعفا من أجهزة دولة ولاحد يظن أنه في أحد ممكن يتوسط لهم أو يطلعون منها مثل ما قلت لكم الشيوخ رايحين في مرتبطين بغسل أموال ومسؤولين كبار رؤساء شركات مساهمة بالبورصة والمسألة مو بالبساطة اللي يتصورها أو يتخيلها البعض منه فلان مشهور حتى ما يروح فيها ويرحون فيها شيوخ ووكلة في وزارات أمنية ورؤساء الشركات بالبورصة الغسل أموال هذا ما فيه روح تعال والكويت فيها واحد من أشد وأصعب قوانين غسل أموال بالمنطقة اللي لم يكن في العالم الكويت حق تقانون متشدد جدا وكل دول الخليج حطت قوانين في فترة متزامنة أو في فترة متزامنة وأنا حقيقة قبل لا أقول هالكلام اتصلت على عميد كلية الحقوق وهو مؤلف كتاب أيضا الفرق بين قانون غسل الأموال في الكويت ودول الخليج فهو ينظر بالقانون قال لقانون الكويت من أصعب القوانين وأصعب حتى من قانون بريطانية في غسل الأموال فالمسألة مثل ما قلت لكم غسل الأموال راح فيها قد توصل إلى 15 سنة مع مصادرة الأموال طلع مو غسل الأموال عنده كاش في دخل كاش بطريقة أو بأخرى لف الكاش وصل اللي عنده ما قدروا تبتون أن الكاش هذا من مخدرات أو خمور أو غسل الأموال دولي أو ما إلى ذلك يعني ما قدروا تبتون أنه قدر يتصادر وها خنشوفك تعدها مرة ثانية